الياوي يتعلق بالاقتصاد الوطني هو التخلي على الرسم على النشاط المهني لأن الرسم على النشاط المهني اللي قيمته كانت 2% ما كانت تتحسب من الفائدة كانت تتحسب من رقم الأعمال ولو نحسب الرسم على النشاط المهني على الفائدة بالنسبة لرقم الأعمال ربما يصبح 20-25% وهذا إجراء كان يتقل السيروران على المؤسسات الاقتصادية وكان يكبح عملية إعادة الاستثمار على الأموال هذه وكان يأثر حتى على الصحة المالية على المؤسسات هذه وكان يشكل ضريبي كبير هذا أهم إجراء اقتصادي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والنشئة هذا العام عاود تم مراجعة الرسم من 5% إلى 0.5% يعني تقريبا أصبحت المؤسسات الناشئة بدون ضرائب يعني لما نتكلم على 0.5% من 5% تقريبا تركناهم يعملوا وهو كأنه قطاع صبح يشبه قطاع الفلاح وهذا إجراء مهم لأنه من جهة الدولة ملزمة أنها يكون عندها موارد جديدة خصوص فيما يتعلق بالجيباية العادية ومن جهة أخرى ميزانية الدولة رأي تتحمل للعبء على التخفيضات هذه الجيبائية والتخفيضات في الرسول وهذا من شأنه أنه يزيد يشجع أصحاب المؤسسات الناشئة والمتوسطة حتى يعملوا أكثر وحتى يحقوا أرباح أكثر وحتى المؤسسات هذه مدم هي ناشئة بمرور سنوات تكبر وتقوى ويصبح عندها أكثر حظوظ أنها هي التي تكون المحرك الحقيقي لإقتصاد الوطني لأنه كثير من الاقتصادات في العالم لكن مثلا قارنوا مع إيطاليا عندهم ملايين تعالى الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي كانت في وقت ما مؤسسات ناشئة هذه الاستراتيجية مبنية على استراتيجية على المستقبل مهم جدا أنه قانون المالية يكون بمقاربة اقتصادية وما يكونش بمقاربة ميزانيتية لأنه واش كان يتكلم زمير الدكتور سي صديق هي الجوانب الاجتماعية الجوانب الاجتماعية مهمة جدا لأنه جسد مبدأ الدولة الجزائرية المعاصرة الجسد التزامات سيدة رئيس الجمهورية الجسد التلاحم الاجتماعي وتضامن ما بين الجزائريين الجسد التكفل بالانشغالات الأساسية على الجزائرين الجسد تقوية الجبهة الداخلية ولكن الاستثمار الحقيقي هو في الاقتصاد كي ينعب على كاهل الميزانية في المواضيع الاجتماعية ولكن الجوانب الاقتصادية هي أهم وعلى هذه في كل سنة هناك نسبة كبيرة تمشي الاستثمار العمومي هذا العام أكثر من 18.5% و18.7% مشات الاستثمار العمومي اللي منتظر أنه هو يكون قاطرة انتع الاستثمار ككل كي ينفرصة الآن أنه العقار الاقتصادي تم المصادقة تم صدوره في الجريدة الرسمية كي ينقن الاستثمار المشاريع الكبرى اللي هي السيكك الحديدية والمحطة التحتحية علمية والمناجم والسكن لوحده يعني في حدود 820 مليار دينار كل هذه المجتمعة هي الأصل أنها تكون قاطرة تعالي الاستثمار والدفع بالاقتصاد الوطني المهم هو أنه مشروع المالية هو كل مترابط ما يمشجيها أو نقطة أو قطع بغض النظر عن قطع آخر شكرا للمشاهدة